السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه اليوم بعين الله حنه حنبدأ في اه من مادة الويل كومبليشن. حنحكو على موضوع مهم جدا جدا اللي هو البرفريتينج. what's the objective of اه البرفريتينج? الابجيكتف والله الهدف من البرفريتينج هو to provide the flow path between the productive formation and the wheel board. اللي هو يزودنا بمصار انسياب او تدفق بين الطبقات المنتجة او بين شنو وين الويل بور. هذا كيف نوصل له? this achieved by the casing cement and formation. مهم جدا. نحن عشان البرفريتينج هو شن يدير? هو عبارة تطقيب. بيتطقيب شنو? ليش نطقبه عشان ندير اه مصار اللي هو اللي تدفق الطبقات المنتجة الى الويل بور. يعني احنا عشان ندير تطقيب لابده نطقب الكيسنج نمبر ون. ثم نطقب السمنت اللي وراي كيسنج. وبعدين ندخل بمسافة معينة وين في البرفريتينج. طرق او البرفريتينج عندي هنا حوالي ستة تقريبا البوليتس برفريتر. الثاني او النوع الثاني اللي هو jet برفريتر اللي هو shape charge آآ برفريتر او الهيدروليك jet برفريتينج. كيميكال برفريتر. كاتينج ان سيفيرينج. النوع الاخير اللي هو ميكانيكال تيوبينج بنشيز اللي هو ميكانيكال برفريتينج. يجيكم سؤال مباشر ما هي الطرق التطقيب تقول لي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. انا حنمر سريع اليوم في المحاضرة لانا ال time عندي النوع الاول عادة لما عندي عدة انواع ديما يا شباب يا طلبة ديروا ما هي الانواع وديروا جدول شن الفرق منها النوع الاول هو البولت برفوريتر this method depends on use the harder steel bullet where fire from short powder using a black powder charged to penetrate the casing cement sheet and formation يعني هذي الطريقة هذي اعتمادة على شنو على الباودر black powder حطوه تحت مناخت هذا الحاجة الاولى ال diameter متاع البولتز diameter اللي هو من ثمن انش الى واحد انش الحاجة الثانية المهمة ال velocity الصرعة متاعها حوالي 3300 feet per second penetration in harder rock is bore هذي مهمة يعني هالا النوعية هذي ما تنفعش او تضقيبه في الصخور الصلبة تكون bore النوعية هذي منا وين حنستخدموها وتكون ناشحة في الصفت في صفت فورميشن this bullet guns are sometimes used in perforating long interval similar hundred feet or more this because bullet perforating does offer a cost advantage over jet gun نحن هذي عادتا ممكن نستخدموها لتضقيب اه long interval لانها ارخص من النوع jet gun لكن بشرط شلو ان طبقات تكون soft formation and not hard formation هذي النوع الثاني اللي هو jet perforator ماليشن بنصر عشوية هذا اه يستخدم use the energy of shaped explosive charge يستخدم الشحنات المتفاجرة زي الرصاص اللي نعرفون هنا البولت اللي عادي اوكي مش هنخشنا في هلا يقول لك ده three explosive component المكونات الاساسية لعملية التفجيل هي detonating cord primer and main charge هذين الثلاث مكونات الاساسية التي تعمل على اه التفجيل مش هندخلنا في اه اه تفصيل متاع كل نوع الشي ندير بزرعة هنمشي هلا السؤال المهم why does jet perforator are more efficient than bullet type perforator غضا زي ما قلت لكم ديما ديما مقارنة ليش النوع اللي محتمد على الشحنات المتفجرة اك اه اكثر فعالية من المتقب او اللي البولت تايب اللي يستخدم او يحتمد على البلاك باوتر الثلاث نقاط مهم جدا النوع او الرقم واحد can be run through and perforate casing as small as two inch inside diameter يعني النوع متاع الجد هذا نقدرو انتقبو بيه الكيسنج very small رقم اثنين can be run through the smaller inside diameter tubing to perforate large inside diameter casing يعني نقدر نزلوه داخل تيوبين عشان نتقبو بيه شنو ينزل داخل تيوبين وبعد ما يطلع نتقب بيه وين بدون ما نلجأ ان نطلع تيوبين رقم ثلاثة can use jet perforator with hard rock وهذا مهم جدا jet perforator زي ما حكينا نقدر نستخدمه في الهاردروك لكن البولت برفوريتر مش هنقدر نستخدمه في الهارد او بور رقم ثلاثة can use in hard rock نجو النقطة اللي بعادل هي الهيدروليك jet perforator لما يقول هيدروليك معناه فيه فلويد هذا هيدروليك باور جيت اوفو فلويد يعني كينينا واخذ فلويد امسلط علي نقطة معينة نيني دي اللي عامية القطع او التطقيب اللي فيها النقطة المهمة لنا هيدروليك jet perforating is slower than jet perforating require 5 to 10 minute bare perforation نجي نوع الرابع اللي هو chemical perforating من اسمه الله يعتمد على مادة كيميائية هي اللي حدير عمية التطقيب او القطع this devices employ a jet of corrosive fluid يجي كم صحة وخطة يقول كم chemical perforating هدا الجهاز يستخدم او يعتمد على الجت كلمة جت مانا كينك انت واخذ hose متعمية ومطلع منها زي الحزمة اللي تطلع بقوة الضغم corrosive fluid نسائل اكاد تو اتش a hole in the casing to make communication between the will bore and analyst نجي اللي النوع الخامس هو cutting and severing هدا نوع اخر ام اللي همينا النقطة او اللي بالاحمر when using shaped charge cutter the pipe to be cut should be placed under tension and the cutter fired in the body where the thickness of steel is at least مهم جدا شباب هوا هدا لما اللي بنستخدم النوعية هذي لابد البايب اللي بنقطع يكون في ورعي tension الحاجة الثانية المكان اللي بن ندر فيه القطع يكون في ال body مش فيه coupling الوصلة لابد يكون في ال body why لانه في ال body اللي يكون الثيكنس اقل من المنطقة اللي فيها الكابلنج او الوصلة اللي اللي بين التو تيوبنج الميكانيكال تيوبنج بانش اللي هو ميكانيكال بروفوريتر هدا كاين لك انت زي ما في الفيجر منزل جهاز تحت وطريقة معينة يبدأ هو كاين حاط موس جوه هو اللي يقطع فيه في تيوبنج تيوبنج بروفوريتنج بانش اللي هو تي بي بي is a mechanical device designed to cut the hole in a تيوبنج down will to be able to access a specific area النوعية هذي كنه هدا الفرق بينه وبين الاخرات هدا ميكانيكال بروفوريتنج doesn't use an explosive charge بيورلي ميكانيكال بروفوريتنج مهم جدا للنوعية الاخيرة هذي او النوع السادس هذي بيورلي ميكانيكال بروفوريتنج doesn't use an explosive charge لذلك الميزة هذي عندها ميزة the possibility of بروفوريتنج the casing is eliminated يعني احنا هنا في احنا هذي سخدم لتطقيب التيوبنج وفي نفس الوقت مش ها يوصل ويتقب الكيسنج نحن فقط نحن لمتقبه